اشتركوا في القناة اعزائي الطلباء اعزائي الطالبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حصة اليوم حصة هذا المساء مرتبطة أساسا بتصحيح الكسام وقد توصلت بالعديد من تساؤلات من طرف الطلباء هل هو الكسام رقم واحدة من الكسام رقم جوج طبيعة الحال يعني دائما أنا أميز بين الكويز فيز وهو شيء آخر والكسام شيء آخر فنحن في الكويز فيز كان عدنا كويز فيز رقم واحد والكسام كان عدنا الكسام رقم واحد ما هو الفرق بين الكويز فيز والكسام الكويز فيز طالب غد يبقى كي يتمرن عن الكويز فيز أما الكسام هو في الأصل لمدة نصف ساعة يجبوا إعطاء الأجوبة فأنا هاد المرة كنت أكتر ليونتان يعني في هاد الجريبة الأولى كنت أكتر ليونتان ولكن في الحصص المقبلة غنعطي يعني في الكسام المقبلة غنعطي واحد فترة زمنية مخصصة للإجابة على الكسام الهدف هو يعني أن تكون هناك نوع من تمارين على الامتحان وطبيعة الحال فالكسام هذه هاد الكسام هو لم أضعه عبثا ففي نهاية المطاف عدنا خمسة الفوصول وقد يكون ستة الفوصول إن أقحمت المرافق العامة إن شاء الله لأن هناك طرف من الطلبة التي توجهه القانون الخاص على أساس أنني أتطرق إلى المرافق العامة لأن هناك يعني واحد كيبقى عندهم واحد نقص في هذا المجال على المستوى القانون الإداري وبدون تعليق تعلمون الآن يعني عندكم علم على كيف أن القانون الإداري يشكله محطة أساسية خاصة في الوظيفة العمومية بالتوفيق والنجاح إن شاء الله للجميع الآن أنا سأبدأ في التصحيح طبيعة الحال الكسام هو غير مرقم لأنك يدخل في الترقيم حتى الإسم العائلي والإسم الشخصي إلى آخره فلذلك أنا سأبدأ سؤال بسؤال وأجيب عن يعني سؤال ثم السؤال الآخر ثم السؤال إلى أن ننهي أربعين سؤال الشيء الإيجابي اللي هو كان إيجابي جدا يعني لاحظته هو أنه أكثر الإيجابات كانت بعد وحد الفترة زمنية معينة وهذه مسألة جد مهمة لأن الطالب يأخذ الوقت للتفكير ويأخذ الوقت للتدبر ثم يجيب وهذه وقع الأمر حالة ناذرة غالبا الطلبة يجيبون منذ الوحلة الأولى بدون التفكير إلى آخره كذلك الطلبة ليحصلوا على أربعين على أربعين ليس هناك من حصل قلة ليحصلوا على أربعين على أربعين منذ الوحلة الأولى ولكن هناك إحصائيات تبيين أن الطلبة لداروا تمارين يعني المرة الأولى والمرة الثانية هناك من بدأ بـ 13 المرة الثانية 22 المرة الثالثة 37 38 حفوان وهذه كانت مسألة جد إيجابية وهذه ليست حالة يعني حالة يتيمة بل حالات كثيرة يعني يعني استفدت من هذا من هذا إعادة التمرين مرة ثانية ومرة ثالثة لا أكثر أعاد مرة ثالثة وفي المرة الثالثة لم يكن هناك أي مشكل مع كامل الأسف هناك بعض طلبات التي يخبروني لاحقا يعني بعد فوات الأوان بعد مدة والساد أنا لقيت مشكل ما بغيش يدخل لي لقيت مشكل في الانترنت لقيت مشكل كيف يعني كيف يعني يعني أجيب على الأسئلة هذا كان من المفروض تقولوا يوم الأول ماشي يعني بعدها لا فا يعني في عشية صحيحة أو في اليوم أبدأ أجيب على مثل هذه الأسئلة مهما كان الأمر خير إن شاء الله من ارتكبش هذا الخطأ والحصة المقبلة إن شاء الله الكسام المقبل نحاوله أن القدر المستطع تفادي مثل هذه الأخطاء إن كان هناك مشكل فالوقت ضروري عدنا منستقل الله يجزيهم بخير اللي غادي يتصلوا بياه وأنا سنشرح الأمور يعني بكل بساطة يعني إن شاء الله الآن الكسام دائما الفيديو هو مسجل والكسام يعني الكسام هو منهجية أهم شيء في الكسام ليست هي الإجابة الصحيحة صحيح أنا أبحث على الجواب الصحيح ولكن الجواب الصحيح بعد تحديد مواطن الخلل يعني بعد تحديد الجواب الصحيح ولكن بعد أن أعرف ما هي الأجوبة الخاطئة فالمهم ليس هو الجواب الصحيح ولكن تفادي يعني وضع علامة الأجوبة الخاطئة ولذلك أقول دائما ومن الأخطاء يتعلم الناس والله لكنت جد سعيد عندما بدأت تصلني يعني الإجابات الأولى من طرف الطلبة فأحييكم تحية كبيرة جدا لأنه كانت الأجوبة في المستوى وهذا دليل على أن قناعة البداغوجية بأننا المهم مشي هو البوليكوبي المهم مشي هو الكتاب المهم مشي هو درس مكتوب المهم ليس هو الإملاء وإنما المهم هو الإنصاتي والإصغاء وأجبتم إجابات دقيقة وفي أسئلة لي في بعض الحالات صعبة وكانت الإجابة يعني يعني رائعة جدا إذن على بركة الله نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول العمل الإداري والنشاط الإداري هل نفس الشيء A ليس نفس الشيء B طبعا الحال الجواب هو A نفس الشيء العمل الإداري والنشاط الإداري يعني الفرنسية لا يطرحه مثل هذه المشكلة سي العمل الإداري والنشاط الإداري نفس الشيء السؤال الآخر العمل الإداري مفهوم أوسع من العقود الإدارية وهذا جواب الجميع كان يجوب جواب صحيح لأنه آخر حصة تكلمت على أن هناك الأعمال القانونية الإدارية وتكلمت على الأعمال القانونية الإدارية يعني تتشكل من كل من القرارات الإدارية ومن العقود الإدارية إذن العمل الإداري مفهوم أوسع من العقود الإدارية العمل الإداري مفهوم أوسع من القرارات الإدارية إذن الجواب صحيح السؤال التالي العقود الإدارية مفهوم أوسع من العمل الإداري طبعا الحال هناك عدنا العمل الإداري وعدنا العقود وعدنا القرارات الإدارية إذن هي أعلى من العمل الإداري هو أعلى من العقود الإدارية إذن جوابنا خطأ العقود الإدارية مفهوم أوسع من العمل الإداري لا هذا يعني كلام غير صحيح العمل الإداري سؤال آخر تالي العمل الإداري قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا وهذه شرحته الحصة السابقة العمل الإداري قد يكون إيجابيا عبر وسائل ضبط هي الشرطة الإدارية وقد يكون إيجابيا عبر وسائل الخدمات كالصحة العمومية أو ما يسمى بالمرفق العام هذا العمل الإداري الإيجابي والعمل الإداري السلبي قد يكون عبر وسائل مانع إلى آخره وهذا هو عمل الشرطة الإدارية إذن عمل إداري إيجابي بالنسبة للسؤال التالي هل هو المرفق العام أم الشرطة الإدارية بطبيعة الحال المرفق العام عمل الشرطة الإدارية هل عمل إداري سلبي المرفق العام أم الشرطة الإدارية بطبيعة الحال الشرطة الإدارية وعندما أقول سلبي لا يعني أنه شيء سيء عندما أقول سلبي فهذا لا يعني أننا أمام أمر سيء بل العكس شيء سلبي يعني أن الشرطة الإدارية تتعامل بوسائل المنعي والضبطي وبالتالي فيعتبر العمل هذا التصنيف فقهي يعتبر العمل سلبي بدون منازع سؤال آخر العمل الإداري لو علاقة بالمصلحة العامة نعم وليست لو علاقة بالمصلحة الخاصة عندما تكون لو علاقة بالمصلحة العامة نطبق القانون الإداري وإن كان يهدفه إلى تحقيق شيئا آخر غير من صحة العامة فالعمل الإداري إذا كان في شكل قرار إداري أو عقد إداري فهو غير مشروع أصلا غير مشروع ولكن قد يكون عمل إداري يخدع للقانون الخاص مثلا كما قلت كتدبير الأملكة الخاصة للجماعات على سبيل المثال السؤال الآخر المصلحة العامة مفهوم قار أو مفهوم يتغير بتغير الزمان والمكان وأعتقد أن الجميع أجاب بأنه مفهوم قار بأنه مفهوم يتغير بتغير الزمان والمكان وهذا هو الجواب الصحيح لأن القانون الإداري نفسه بنفسه يتغير المصلحة العامة طالما أنها تتغير بتغير الزمان والمكان فالقانون الإداري هو الآخر بما أنه مرتبط المصلحة العامة يتغير حتما بتغير الزمان والمكان عندما تسعى الإدارة إلى تحقيق مصالح إلى تحقيق مصالح خاصة هنا يجب أن نميز بين مصالح خاصة إذا كان يقصد بالمصالح الخاصة تحقيق مصلحة خاصة للموظف فالعمل الإداري في هذه الحالة غير مشروع يعني انطلقا من العمل الإداري يسعى إلى تحقيق مصلحة خاصة في هذه الحالة العمل غير مشروع ولكن هنا المقصود بمصالح خاصة يعني مصالح تجارية وصناعية وبالتالي يطبق عليها القانون الخاص لأن الأمر يتعلق مثلاً كما قلت سابقاً بالمرافق العامة الصناعية والتجارية فإنها تخضع للقانون الخاص عندما تدخل الإدارة لمنع الأشخاص من القيام ببعض الأنشطة فإنها تتدخل وفق أساليب المرفق العام أو تتدخل وفق أساليب الشرطة الإدارية وبطبيعة الحال جواب واضح طالما أن هناك منع وأن هناك وسائل ضبطية فالعمل هو مرتبط بالشرطة الإدارية السؤال الآخر حول الدولة الحارسة فعندما أقول الدولة الحارسة وهذا كان السؤال السنة الماضية الدولة الحارسة أو الدولة الجمهورية أو الدولة الداركية هي نفس المصطلح الدولة الممنوعة عليها من تدخل في الحياة الإسقصادية نفس المصطلح إذن الدولة الحارسة هي مرتبطة بالمذهب الليبرالي أو مرتبطة بالأفكار الشراكية بطبيعة الحال المذهب مرتبطة بالمذهب الليبرالي ورأيناها خاصة على مستوى الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية السؤال الآخر مصطلحات يقصد بها كذلك الدولة الحارسة الدولة الداركية أو الدولة الجمهورية إذن الجواب الدولة الداركية والدولة الجمهورية من خصوصيات الدولة الحارسة أنها تسمح للإدارة بالتدخل في الحياة الاقتصادية جواب أليف باء أنها لا تسمح للإدارة بالتدخل في الحياة الاقتصادية والجواب هو باء ولكن لا تسمح إلا إذا عجز القطاع الخاص عن تحقيق القيام بمثل هذه الأعمال فإنما القطاع الخاص لا يمكن أن يقوم بأعمال الأشغال العمومية بناء الطرقات بناء السدود إلى آخره في هذه الحالة تدخل الدولة حتى في عهد الدولة الحارسة أو الدولة الجمهورية أو الدركية تاريخيا الدولة الحارسة وجدت قبل الدولة المتدخلة وقبل الدولة الضابطة يعني عندنا الدولة الحارسة أو الجمركية أو الدركية ومن بعد عندنا الدولة المتدخلة أو دولة العناية أو دولة الرفاه إلى آخره ومن بعد عندنا الدولة الضابطة في دل المذهب الليبرالي الإدارة لم تكن تتدخل في الحياة الاقتصادية وهذا بدون تعليق بالنسبة لهذا السؤال لأنني شرحته دائما بتفصيل والحمد لله ليس هناك أي مشكل مفهوم اليد الخفية مفهوم اليد الخفية التي تحقق المصلحة العامة بطبيعة الحال الذي نادى به ليس كينز نادى بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أدم سميت منع الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية وكان يقول حولنا عبر نظرية اليد الخفية بأن هناك يد خفية عبر تنافس المصالح الخاصة ستحقق المصلحة العامة السؤال الآخر اليد الخفية اليد الخفية مفهوم مرتبط بالمذهب الليبرالي أو بالمذهب الاشتراكي خاصة بالمفهوم الليبرالي الكلاسيكي النظرية الاقتصادية الليبرالية الكلاسيكية الوظائف الأساسية للدولة الحارسة الدولة الحارسة ليس من وظائفها تنشيط الحياة الاقتصادية إذن ليس الجواب وإنما القيام بالمهام السيادية الجيش ترطط ضرائب القضاء العلاقات الخارجية إلى آخره في عهد الدولة الحارسة تحقيق المصلحة العامة كان عبر تدخل الخواص لتحقيق مصالحهم الخاصة وكما يقول آدم سميت هذا التنافس بين المصلحة في عهد الدولة عامة سمحوني ربما كان هنا واحد في ذل المذهب الليبرالي عندما يعجز الخواص عن تحقيق مصلحة عامة فإنه بطبيعة الحال في هذه الحالة يجوز الإدارة التدخل لتحقيق هذه المصلحة العامة كبناء سد مثلا وبناء طريق عمومي هذا يفوق مصالح الخواص قدرات الخواص بخضر للتنافس الدولة التدخلية والدولة المتدخلة ودولة العناية مصطلحات تفيد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية صحيح مصطلحات لا تفيد هذا جواب خطأ هي تفيد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بطبيعة الحال الدولة المتدخلة تتميز عن الدولة الدركية بطبيعة الحال بالتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وليس بعدم التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية إذا الجواب كانت كرد فعل ضد سلبيات الدولة التدخلية كانت كرد فعل ضد سلبيات الدولة الدركية طبيعة الحال يعني أريد في مرحلة ثانية وكانت يعني كرد فعل ضد سلبيات المذهب الليبرالي هذا المذهب الليبرالي كلاسيكي عطنا الدولة الدركية بما أن هناك انتقاد وردود فعل من طرف الفكر الذي سيطالب بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فكذلك كانت كرد فعل ضد صلبيات المذهب الليبرالي الدولة المتدخلة سميت بالمتدخلة لأنها تتدخل في الحياة الاقتصادية لأنها تدخل في الشؤون الشريعية والقضائية لا لأنها تتدخل في الحياة الاقتصادية وهذه أمور فقط يعني من فاب التوضيح لأن هذه الأمور كلها شرحتها والحمد لله شرحتها بالتفصيل الدولة العناية السؤال الآخر دولة العناية هي مرتبطة بأفكار أدم سميت أم بأفكار كينز بطبيعة الحال بأفكار كينز هو الذي سينادي بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من أسباب ظهور الدولة المتدخلة يعني بطبيعة الحال هنا الأجوبة هي بطبيعة الحال من الأسباب يعني الكساد العالمي نتيجة أزمة 1929 وكذلك المجد اشتراكي الذي بدأت تعرفه أوروبا الشرقية في عهد الدولة المتدخلة العمل الإداري كان يقوم على نظريات المرفق العام أم السلطة الإدارية كان يقوم على نظريات المرفق العام أما على مستوى السلطة العامة فكان في عهد الدولة الدركية أو الحارسة أو الجمركية هنا العكس في عهد الدولة الحارسة العمل كان يقوم بطبيعة الحال هنا العكس على السؤال كان يقوم على نظريات السلطة العامة على مستوى القانون الإداري مدرسة السلطة العامة مرتبطة بالفقه موريس هوريو مدرسة تولوز أو مرتبطة بالفقه ليون ديوغي بطبيعة الحال هي مرتبطة السلطة العامة بموريس هوريو وهذه أمور كلها شرحتها بتفصيل لذلك أنك كان مشي بسرعة لأن الطلبة يستفدوا منها أكثر وأجابوا عن الأسئلة يعني بشكل يعني بدون مشكل الحمد لله تسمى كذلك بدولة الرفع الاقتصادي هي الدولة بطبيعة الحال الدولة المتدخلة اتفاق واشنطن مرتبط كما قلت سابقا اتفاق واشنطن مرتبط بكونسانسيوس دولة ضابطة الدولة الضابطة وجدت قبل الدولة الحارسة ووجدت يعني هل هي وجدت قبل الدولة الضابطة يعني هي وجدت بعد الدولة المتدخلة يعني من لغته اللي عندنا أزمة المرفق العام وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وما سينتجوا عن ذلك من عجز في الميزانية إلى آخره فستظهر الدولة يعني الدولة الضابطة كانت عرض فعل على السلبيات الدولة المتدخلة عناصر كانت وضوهه وراء ظهور الدولة الضابطة ما هي هذه العناصر بطبيعة الحال الجواب بربعة كما رأينا سابقا تدخم في الانفاق العمومي عجز كبير في ميزانية العامة أزمة سير القطاع العام عدم مرضوضية القطاع العام الأجوبة أربعة السلطات الإدارية المستقلة مرتبطة بمرحلات طبيعة حال الدولة الضابطة وليست في عهد الدولة الحالي سلم نكن نتوفر على السلطات على سلطات إدارية مستقلة كذلك في عهد الدولة التدخلية وأيضا السلطات الإدارية المستقلة مرتبطة بمرحلات الدولة الضابطة لا تتدخل مباشرة في الحياة الاقتصادية هي بطبيعة الحال الدولة الضابطة وليست الدولة المتدخلة لأن الدولة الضابطة تتميز بانسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية ولكن عبر السلطات الإدارية المستقلة الدولة تسير هذه القطاعات الإنتاجية عبر وضع ضوابط السلطات الإدارية المستقلة سميت بالمستقلة هل لأنها مستقلة عن السلطة القضائية لأنها مستقلة عن السلطة هذا أنا الجواب أره مستقلة عن السلطة التنفيذية ولكن يتخضع يتخضع لا علاقة لها بالسلطة التشريعية أو بالسلطة القضائية الذي هو مستقل عن السلطة التشريعية والقضائية هي السلطة التنفيذية أما السلطة الإدارية المستقلة فهي سميت بالمستقلة ليس لأنها مستقلة عن السلطة الشريعية وليس لأنها مستقلة عن السلطة القضائية وإنما لأنها مستقلة عن السلطة التنفيذية بمعنى أنها حرية في التعامل يعني عندها شخصية معنوية يعني عندها واحد الاستقلال وإلا ما الفائدة التي تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية فما الفائدة تكون عندنا السلطات الإدارية المستقلة وهذه أمور كلها شرحتها بتفصيل خلال الحصة أفكار مرتبطة بالدولة الضابطة الحكامة الجيدة القليل من الدولة إنفاق أقل ولكن بفعالية أكتر وهذه كلها أفكار الحكامة الجيدة القليل من الدولة يعني عدم تدخل الدولة في جميع القطاعات وإنفاق أقل يعني كالنفق ميزانية فيها إنفاق أقل ولكن بمرضودية وفعالية أكبر السلطات الإدارية المستقلة تتميز بامتيازات السلطة العامة نعم لأنها إدارات في نهاية المطاف مستقلة عن السلطة التنفيذية نعم تتدخل مباشرة في الحياة الاقتصادية لا لأن هذه الهدف منها وأنها لا تتدخل في الحياة الاقتصادية وإنما أن تضبط هذه القطاعات الإنتاجية التي انسحبت منها الدولة تقوم بالضبط الأنشطة الاقتصادية التي انسحبت منها الدولة نعم هكذا أكون قد قمت بتصحيح الأجوبة عن هذه الأسئلة 40 سؤال والحمد لله كانت الأجوبة الطلبة كانت رائعة خاصة 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 الطلبة اللي قاموا بالمحاولة مرة ثانية ومرة ثالثة وفي المرة الثالثة ترى واحد نقطة متميزة وهذا هو الهدف من هذا الكسام يعني عندما أترك الكسام بين أيادي الطلبة فهذا يعني أنه علينا أن نستعمل هذا الكسام مرارا وتكرارا لأنه في نهاية المطاف أسئلة الانتحان النهائي ستكون من الكسام من الكسام اللي غنعطيه ولكن بشكل أو بآخر مشي بهذه الأسئلة بشكل كما نراه لذلك الآن سوف نترك الطلبة لمدة خمس دقائق أو عشر دقائق لذلك سوف نترك هذا الفيديو لكي يرى الأوراق ديالهم الأسئلة ديالهم ويرسلوا الكومنتر على اللي سوف نفتحها لكي نجاوب على الكومنتر ونجاوب على أسئلة الطلبة إذن سأترك لكم خمس إلى عشر دقائق لتراجعوا الكسام والطرحوا لي الأسئلة إذن لقاءنا من خمس إلى عشر دقائق يعني كنا الهدف ليست استراحة وإنما تشتغلوا على الكسام وأجيب على الأسئلة التي لازالة لدى الطلبة لبس بالنسبة لهذه الأسئلة شكرا